مع التطورات الحديثة والتقنية اللي عم تصير يومياً بعالم الطب حولين العالم عم يكون الجهد كتير كبير لتطوير واستخلاص أدوية لعلاج أي مرض طبعاً المنجز اللي نحنا بدنا نحكي عنه سوري بالكامل رح يساعد بعلاج حتى الحروق حديثنا عن الغشار أمينوسي اللي عم يتم استخراجه من مشيمة المرأة الحامل لعلاج الحروق نحن نحكي عنه بشكل موسع ونركز عن وظيفته ومن وين يجي تفكرة علاج الحروق فيه مع رئيس شعبة الجراحة التجميلية والترميمية في مشفى الدمشق الدكتور الاستشاري والبرعزي أهلا وسهلا فيك دكتور أهلا وسهلا بكم يساعد مسعك دكتور يعني نحن كتير سعيدين لوجود قامة مثل حضرتك معنا اليوم الله يسلمك شكراً كتير لصدراتكم دكتور نبتدي حديثنا شو مدقصد نحن بالغشاء الأمينوسي الغشاء الأمينوسي هو مثل ما نعرف حتى العرف بالمجتمع أنه الغشاء اللي بيغلف الجنين بالحياة الجنينية داخل رحم المرأة طبعاً لما بتصير الولادة يستغنى عن المشيمة والغشاء الأمينوسي ويعني يلقوا جانباً ولا يستفاد منهم بأي شكل عالمياً الغشاء الأمينوسي استخدم من أكتر من سبعين ثمانين سنة طبعاً الغشاء الأمينوسي كفكرة وباعتبار هو ملاصق للجنين فهو يغني جداً بالخلايا الجزعية والعناصر المغزية فلذلك استخداماته واسعة جداً حتى في سوريا قامت هيئة الطاقة الزرية في سوريا بتشكيل اللجنة الوطنية وأنا كان إلي الشرف أن يكون أحد عناصر هذه اللجنة الوطنية لتطبيق الغشاء الأمينوسي فهنين بيستخلصوا الغشاء الأمينوسي أو بيقوموا بقطف الغشاء الأمينوسي حيكون الفريق موجود ضمن غرف العمليات اللي عم تصير فيها الولادات في مشافي الدولة طبعاً بعد ما ياخدوا موافقة الأم وبعد ما تخضع الأم لكل التحاليل اللي تثبت أنه ما في عنا أمراض تنتقل بيه عن طريق الدم حتى الغشاء الأمينوسي بعد قطفه بيخضع ليه التشعيع من أجل التعقيم والقضاء على كل الأشكال البكتيريا والفيروسات إذا كان موجود فيه طبعاً غشاء الأمينوسي استخداماته متعددة جداً نحن بلشنا نستعمله من حوالي 8 شهور بشعبة الحروق وجرحة الترميم والتجميل مشفدي مشق استخدمناه بشكل واسع كتير على الحروق وعملنا حتى وسقنا نحن استخدامنا للغشاء الأمينوسي بدراسة علمية موسقة كنا نحط استخدمناه على الحروق الحادة لنشوف تأثيره على شفاء الحروق فلقينا أنه عم يخفف من الألم باعتبار أنه عم يعزل سطح المحروق ونهاية العصبية المكشوفة عن الوساط الخارجي وبالتالي عم يخفف الألم اتنين الضماض ما عم يصير بشكل يومي وإنما كل ثلاثة أيام أربعة أيام حسب مراقبة المريض وحالة النز اللي بتستدعي أنه نحن نغير الضماض وبالتالي عم نخفف كلف عم نخفف الرد النفسي على المريض المحروق والألامي اللي عم تصير عنده بسبب الضماض عم يسرع من شفاء الحروق الدرجة الثانية السطحية والعميقة وعم يحدد الحروق العميقة بحيث أنه يسرع استعدادها للعمل الجراحي نحن كنا سابقاً والخطة المعهودة وشيء متعرف عليه عالمياً أنه الحروق العلاج الجراحي إلها المتأخر عادةً منستنى حوالي ثلاث أسابيع بعد ما يصير الحرق وطبعاً استقبال المريض بشعبة الحروق منتابع بشكل المحافظ ثلاث أسابيع هي فترة كافية أنه الحروق السطحية تشفى والحروق العميقة تحدد بشكل جيد من أجل إجراء الطعوم الجلدية الدراسة الثانية كانت تطبيق الغشاء الأمنيوسي مع الطعوم الجلدية فلقينا أنه سرعة أخذ الطعوم الجلدية الندب اللي عم تتشكل لاحقاً عم تكون جمالية أكتر باعتبار أنه غني بالخلايا الجنينية والخلايا الجزعية اللي هي عم تعمل ثورة حالياً بشيء اسمه الرجنيراتف ميديسن اللي هو الطب التجديدي أو للبشرة بالإضافة أنه غير تسريع الشفاء والندبات أيضاً عم يحسن من نسبة الاختلاطات اللي عم تصير بعد الطعوم غير الرفض وموضوع الإنتان والشكل اللي ممكن يكون يعمل تشوهات لاحقاً فاستخدام الغشاء الأمنيوسي إنقاذي للحياة أولاً بالنسبة للحروق الحادة عم نستخدمه مع العمليات الترميمية بالنسبة للحروق عم يحسن من أخذ الطعوم الجلدية الدراسة الثالثة هي استخدام الغشاء الأمنيوسي مع الأزيات الرضية لما بيكون في عنا أنسجة متنخرة بشكل واسع تطبيق الغشاء الأمنيوسي عم يقاوم الإنتان عم يحسن مناعة المنطقة تجاه الإنتانات البكتيريا بشكل عام عم يسرع من التنظير الذاتي للأنسجة المتنخرة مكان التطبيق وبالتالي عم يسرع من شفاء إذا كان في عنا مساحات محدودة أو أنه تشكيل نسيج حبيبي نظيف من أجل إجراء التطعيم الجلدي عليه بشكل لاحق الدراسة الأخيرة أنه استخدامه كمضاد للأورام عم نستخدمه مع الأورام الجلدية الكبيرة التي هي ضمن اختصاصنا بعد استقصالها بشكل واسع يعني إجراء العلاج الجراحي الكافي لها عم نطبق الغشاء الأمنيوسي فوق الطعم الجلدي لما عم نستخدم طعم أو تحت الشريحة الجلدية بيتماس مع سرير الورم المستقصل وعم نشوف هلأ بتعرفي مثل هيك دراسة بتاخد وقت صحيح موضوع دراسة النكس ودراسة الاستجابة بالمنطقة المصابة فإن شاء الله يعني كاستخدام للغشاء الأمنيوسي ضمن الحالات الترميمية باعتقد غطينا معظم الحالات ضمن اختصاصنا تماما تمام تكتور طيب هم لين؟ منين إجت فكرة أنه لازم نحن إذا استخدمنا هالغشاء ممكن نتعالج ألو حروق هلأ هو مثل ما قلتلك عالميا معروف من عشرات السنين استخدم بشكل واسع وخاصة بالحرب العالمية الثانية بتعرفي بالحروب بيصير فيه قلة بالإمكانيات بشكل عام فدائما بيدوروا على الأشياء اللي ممكن تسرع من الشفاء تخدمي عدد أكبر من المرضى فالغشاء الأمنيوسي نظريا هو معروف أنه طالما مرتبط بالجنين فمعناته حيكون غني بالخلايا الجزعية والجنينية اللي بتحرض كتير على موضوع الشفاء نقطة مهمة بيعرفوها باعتقد معظم الناس بتعرفها أنه إجراء العمليات الجراحية في المراكز المتطورة عالميا ضمن الرحيم يعني لما بيكون في عنا تشوهات مثلا شق شفة مثل بسموه شفة أرنب أو إصلاح أي تشوه خارجي لما عمين عمل داخل الرحيم إجراء العمل الجراحي فعم تكون الندبة معدومة تماما طبعا السبب أنه وجود السائل الأمنيوسي والغشاء الأمنيوسي وغيناهم بهذه الخلايا طبعا الفكرة لما تكون فيه موجودة فائدة نظرية بيبقى أنه أنت الطبقية بشكل عملي ونأخذ النتائج بشكل ملموس نحن اللي ساوينا ووسقنا هذا الشيء كله وعم نقدمه دراسات للمراكز الأبحاث العالمية والحمد لله يعني حيكون فيه نشر قريب لأول دراسة بمجلة عالمية إن شاء الله الحمد لله الحمد لله ماشاء الله الله يسالمي دكتور نحن فينا هلأ معناها نقول أنه نحن نستغني بالضماضات الأمينوسية عن الضماضات العادية وحضرتك ذكرت ببداية حديثك أنه هي أفضل من ناحية الألم من ناحية الندبات شو الفروقات الحقيقية بينها وبين الضماضات العادية تمام نحن الغشاء الأمينوسي هو خطوة مساعدة وليست خطوة بديلة يعني موضوع الضماض حيظل قائم ولكن أنا شو بدي أستعمل بالضماض نستعمل الكريمات المرممة والمطهرة فقط هاي إلى شروطة يعني ممكن نستخدم الضماض مرة أو مرتين باليوم الكلفة العالية الألم الرد النفسي وعلى المريض وزوي المريض تطبيق الغشاء الأمينوسي بأثناء يعني بعد ما نغسل الجرح الحرق بشكل المناسب المتعارف عليه بدل ما نحط الكريمات مباشرة على سطح الحرق عم نحط الغشاء الأمينوسي وفوقه نحن الدراسة تبعا عم نستخدم مساعدات وسط رطب عم نستخدم كريمات إن نحن عم نستخدمها أصلا لحتي يكون فيه مقارنة فعم نلاقي النتائج باهرة جدا يعني الضماض عم يضل على الأقل على الأقل 72 ساعتين ثلاثة أيام حتى لما عم نبدل الضماض الألم عم يكون يعني أقل من خمسين يعني نحن حسب الدراسة تبعا عملنا جدول بيسموه جدول الألم عم نقارن بين المريض اللي ما تطبق له غشاء أمينوسي والمريض اللي عم يتطبق له غشاء أمينوسي أو حتى المريض نفسه لما عم يكون فيه عندنا حرق بالجهة اليمنى من الجسم سواء كان بالأطراف أو بالجزع وبالجهة اليسرى عم نطبق على الجهة والجهة الأخرى لا فعم نلاقي فيه فرق كتير كبير بالنسبة للألم وبالنسبة لسرعة الشفاء طيب دكتور هل هل فينا نخزنه نستخدمه بعدين؟ هلأ هو معد يعني هيئة الطاقة الزرية ساوته بشكل مستحضر موجود بالأسواق ويستخدم يعني ممكن شراءه واستخدامه بشكل واسع طيب دكتور جميع الأشخاص مؤهلين أنه نحن نستعمل عندهم الغشاء الأمينوسي كضماضات وهل يوجد أشخاص غير قابلين للتطبيق عليهم؟ يعني فكرة حساسية للغشاء الأمينوسي مثل أنه مستحضر غريب ما صادفتنا أبدا أبدا باعتبار أنه هو نظريا ما بيعمل تحسس هو عبارة عن يعني عبارة أنت عم تستخدمي مستحضر يحتوي على الكثير من الخلايا الجزعية وعوامل النموية اللي عم تساعد الضياع الجلدي عم نطبق عليه فلذلك ما موارد أبدا أنه يصير فيه تحسس وبكل الأحوال لما بيصير فيه حالة حساسية فينا نستغني عنه فينا نستغني عنه بس هو ما له مضغطات استطباب عمليا حتى فينا زملاء عم يستخدموا بمجال طب العيون بأزيات الطباءات المختلفة من القرنية حتى الشبكية فمثل ما قلت لكم بالبداية أنه نحن اللجنة الوطنية لتطبيق الغشاء الأمينوسي فيه معنى أطباء نسائية كمان عم يستخدمون بالأزيات الرضية على الرحيم عمليات الحوض غالبا الأزيات اللي عم يكون فيها رضود وضياعات بالأعضاء الحوض الأعضاء المساويات الداخلية يعني بشكل عام طيب دكتور هل هو ممكن يسبب ناقل أمراض يعني هل هو ستناقل لمرض ما؟ تمام هلأ مثل ما قلت لك طريقة تحضيره عم يكون فيه تشعيع وبالتالي ما عم يضل فيه خلايا أبدا ولا فيروسات تاني شيء المريضة اللي عم المخطط أنه يؤخذ منها الغشاء الأمينوسي عم تكون مدروسة بشكل كامل دمويا من ناحية الإنتانية والفيروسية وحتى المناعية إذا في عندهم مشاكل تانية تماما دكتور فيما بعد الغشاء الأمينوسي ما هو الجديد فيه طب الحروق وعلاج الندبات وخلينا نقول الأشخاص اللي بيتعرضوا للترومة كبيرة تمام هلأ المعول عليه إن شاء الله ضمن خطة الغشاء الأمينوسي أنه يصير فيه منتجات جديدة بتحتوي على الغشاء الأمينوسي نحن نستخدم الغشاء الأمينوسي بيور كما هو تماما فممكن يستخلص منه الأجزاء الفعالة تستخدم على شكل مستحضرات موضعية ممكن استخدامها على شكل حقن تحت الجلد مشان موضوع النظارة والتجاعيد هذا كلاته إن شاء الله نحن نشغالين فيه ضمن اللجنة الوطنية ولكنه بيأخذ وقت عالميا لسه لم ينتج أي منتج آخر غير الغشاء الأمينوسي الصرف اللي هو استخدامه بس هو اجتهاد إن شاء الله إنه نحاول تصنيعه بهذا الشكل وبعتقد إن شاء الله حيكون فيه نتائج إن شاء الله ليست بالقليلة إن شاء الله دكتور محلياً بسوريا وين صرنا بتدبير علاج الحروق للأسف الحروق فيه كتير جهل تجاه الحروق للأسف نحن بمشفى دمشق شعبة الحروق يتعتبر الشعبة المركزية بس للأسف يعني بشكل شبه يومي عم نستقبل مرضى مدبرين مرضى حروق طبعاً تدبيرهم سيئ كتير عم يجوا من أماكن بعيدة وعندهم أفكار يعني إن الحرق ما بيأثر على الحياة إن الحرق أهم شي إنه ما يترك أثر لا الحرق هو حرق قاتل وحتى عالمياً وخاصة بالنسبة للدول العالم الثالث بيحتل المركز الثالث بأسباب الوفيات فالحروق وخاصة بسبب الظروف العامة وخاصة وقت البرد أو استخدام وسائل التدفئة غير الآمنة فطبعاً هذا كلاته اللي حيزيد من نسبة حدوث الحروق طبعاً الحروق بشكل عام يعني التأثير تبحى ما عم يكون بس عن مريض المحروق عم يكون على أهل المريض لما عم يكون المصاب بالحرق شاب أو في مرحلة العطاء والإنتاج طبعاً كتير نحن موضوع إنقاذ الحياة أولاً تانياً موضوع الوظيفة خاصة بالنسبة للشباب بشأن يستعيد عافيته ويرجع لشغله بأقل عطل ممكن آخر شي طبياً نحن بهمنا هو الناحية الجمالية اللي هو بالعكس بالنسبة للناس فنحن الحروق هامة جداً هي ممكن تكون قاتلة خاصة لما تكون مساحاتها واسعة نعم ورجعت نظرك دكتور خيط عمان ما هي التطلعات اللي نحن عم نطمح لحالياً بسوريا من الناحية الترميمية هلأ هو نحن بهمنا كتير وخاصة لما بيصير هيك في مناسبات لقاءات بوسائل الإعلام أنه زيادة الوعي عند الناس الانتباه جداً لمصادر الحرارة الأطفال ما يدخلوا للمطبخ وخاصة بالبيئة اللي عم يكون فيها تحضير الأكل على الأرض مثل البابور وهالوسائل الأديمة ننتبه كتير لموضوع الحروق الكهربائية اللي عم نشوفها كتير للأسف بهالفترة سواء كان حروق توتر عالي أو حروق التوتر المنزلي بسبب أنه الفياش الكهرباء ممكن تكون موضوعة بشكل منخفض فتلاقي الأطفال وخاصة ببداية حركتهم عم يأزو حالهم بشكل بتماس مباشر للتيار المنزلي فنحن تطلعاتنا الأولى والأخيرة والأهم دائماً أنه ما يصير هاي الأزياء لأنه الحقيقة هي كارثة بكل معنى الكلمة كارثة على الشخص اللي بيتعرض للحرق وعلى العيلة اللي محيطة فيه وعلى المجتمع بشكل كامل خاصة أن ما بتصير فيه حروق بوسط ما فبتلاقي بيجي أعداد كبيرة من الناس المحروقين فهذا طبعاً لحي يعمل زية يعني ليست بالقليل أبداً فنحن الوقاية بالنسبة للحرق الانتباه النشر الوعي والثقافة طبعاً الحروق كلها تلما بتصير لو كانت حروق بسيطة بنظر الأهل أو المريضة اللي ينصاب لازم يراجع مركز مختص وهن اللي بيقيموا الحالة أنه هي تستدعي أنه يدخل المشفى ويتعالج ويكون الانزار أفضل بكتير ما يجينا بشكل متأخر وطبعاً من نسبة الاختلاطات العالية اللي ممكن توصل للوفيات آخر شيء المراكز المختصة طبعاً هي ضمن بلدنا الحمد لله فيها كفاءات عالية وفيها مثل ما قلتلك يعني من الظروف الصعبة اللي عم نعيشها عم يطلع معنا شيء والحمد لله شيء ما هو قليل أبداً مثل ما قلتلكم نحن بيصدد هلأ نشر الدراسة إن شاء الله خلال فترة قصيرة حيكون فيه نشرة بمجلة عالمية محكمة ما شاء الله دكتور بارك الله عجب جهودكن شكراً مع عمد أسر ويخز العين وعم نكون صباقين نحن بسوريا بالرغم من كل الظروف متل ما اتفضلت حضرتك تمام يعطيكن ألف عافية شكراً كتير لوجودك معنا اليوم دكتور شكراً كتير يعطيكن العافية شكراً شكراً